بسم الله الرحمن الرحيم مع كنزا عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس الحديث الذي سأقوله الآن قلته قبل ذلك لكن ليس بالتفصيل الذي سأقوله الآن الحديث الذي سأقوله الآن فيه تفصيل أكثر وفضائي الأعظم للإكثار من قراءة سورة الإخلاص أقولها الله أحد في الصلوات النافلة أو الصلوات التطوئة هذا الحديث سلواه بسنة صحيح أو صححه الحافظ محمد بن منصور المراضي من حديث الأعمش يروي عنه سليمال بن مهران سليمال بن مهران من التابعين هو الأعمش من كبار علماء التابعين إمام الثقة مكتهد معتبر عند جمهور العلماء قال طبعا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب يقرأ فيهما الحمد لله وقلوا الله أحد خمسة عشرة مرة في كل رقعة بل الله له في الجنة قال ألف قصر من ذهب بل الله له في الجنة ألف قصر من ذهب لغاية تانا لقد قلت الكلام ده قبل كده الحديث بقى في تفصيل تاني جديد بل له ألف قصر من ذهب في كل قصر في كل قصر ألف بيت في كل قصر ألف بيت في كل قصر ألف بيت في كل بيت ألف سرير على كل سرير حوراء يبقى بنى له ألف قصر في الجنة من الذهب في كل قصر ألف بيت وفي كل بيت ألف سرير وعلى كل سرير حوراء فالراجل من الجلساء الأعمش أو من طلابه أو من تلميزه قال له يا أبا محمد بما كل هذا يعني بيستكسر فضل الله معقولة اللي هي قرأ صورة الإخلاص ثلاثين مرة في الصلاة تطور فالأعمش رضى عليه قال له قال له من مهر أمك هو وتدفع من جيبك ده ربنا سبحانه وتعالى ده مهر مهر الحور العين أو مهر أو سواب البكس من قرأة صورة الإخلاص لماذا تستكسر فضل الله وكان رأي الحديث بيه كان الأعمش وحديدا يعني السلمان المرأي حديدا يعني كان شديد كان شديد في كلامه يعني كان طبعه فرد على الراجل رده شديد طيب الحديث ده ده هو شاوية تكسر جدا تقويه في السنة أولا الحديث اللي صححه الإمام بايهقي أبو بكر بايهقي من حديث عبدالله ابن عباس من طريق تاني قال لك اللي يقرأ بعد المغرب قوله الله أحد ثلاثين مرة فركعتين كل راكعة خمستاشر ربنا يبني له ألف قصر من الزهب الخالص ولو قلتها في غير صلاة يديك مئة قصر من الزهب نفس الحديث رواية 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 أيضا وناس آخرين من الحفاظ أيضا كعب الأحبار شو كعب الأحبار بيقول ليه كعب الأحبار أنا قلت له قبل قبل حضرتك قبل كده حديث إن في واحد سأل كعب الأحبار يتعجب بيقول له في واحد قال لي إن لو قرأت قرأت وذكر هذا ابنه كثير لو قلت ذلك قبل ذلك فبيقول له واحد قال لي لو أنا قلت قرأت صوت الإخلاص ربنا يبني لي مئة ألف مئة ألف غرفة مئة ألف ألف غرفة من دور وراقوت قال له يعني يا ربنا يبني لي مئة ألف غرفة من دور وياقوت قال له عجبت من ذلك آسف عشرة ألف ألف عشرة ألف ألف غرفة من دور وياقوت قال له عجبت من ذلك قال له نعم قال له عشرين ألف ألف وتلاتين ألف ألف يعني عشرين ألف ألف يعني عشرين مليون ده ده كلام كعب الأحبار كعب الأحبار من كبار علماء التعبين أيضا أسلم في زمن عمر من الخطاب وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باللها يستشد به في اخبار اهل الكتب. حديث تاني عن طريق كعب الاحبار بردو. يقول ما نقرأ كله الله احد في دهره كله مئة مرة بانا الله له مئة الف مدينة من در ويقوت بانا الله له مئة الف مدينة من در ويقوت في كل مدينة مئة الف قصر في كل قصر مئة الف دار وفي كل دار مئة الف غرفة وفي كل غرفة وتدخل وفي كل غرفة حور واحدة من الحور العين تدخل عليه ومعها من التحف والكرامة والهدية ما لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ده كلام كلام كعب الأحبار شوفوا كعب الأحبار بيقول ليه اللي يقرأ كل والله هاتمئة مرة في ظهره كله ربنا يا بنيله مئة ألف مش قاصر أنا قالك مئة ألف مدينة في كل مدينة مئة ألف مدينة من در وياقود في كل مدينة مئة ألف أصر طيب يضرب مئة ألف في مئة ألف واحد وجنبها عشرة صفر واحد وجنبها عشرة صفر عدد أصور وفي كل قصر مئة ألف دار يضرب تاني في مئة ألف وعليم في كل دار مئة ألف غرفة يضرب في مئة ألف كاني يبقى واحد وجنبها عشرين صفر ايه ده والغرفة في كل غرفة واحدة من الحر العين ما هو الفضل العظيم فإياك تستكسروا فضل الله سبحانه وتعالى فطبعا الحديث دي لا يتسعى المجاله الآن إن أنا أصرد عليكم كل الحديث لكن لها طرق كتير وموجودة في كتب كتير فإن أنا أحط الحضار لكم ما يستوعبه صندوق الوصف إنه صندوق الوصف ما يستوعبش كل الحديث دي لكن حضركم الحضر عليه طبعا في حديث تانية من طرق تانية أيضا بنفس الكلام فيكفي أن أقول لكم إن كعب الأحبار نفسه قال لك إن اللي بيقولت سبحانه الله وبحمد الله ربنا بيبدون لثلاث مدن في الجنة المدينة الوحدة مساعدتها أدكور أرضية ألاف أو ربما ملايين لمرات طب اللي عليكم سبحانه الله وبحمده فيها مشقة أكتر ولا أقولوا الله عاد فيها مشقة أكتر الحديث اللي كنت قلته حضراتكم قبل كده صامت تسبيح نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الأمير ما في ذكر الله من سواب لترك إماراتها ولو يعلم التاجر ما في ذكر الله لترك تجارتها إلى آخر الحديث وإذن سواب تسبيحة واحدة لو توزع على أهل الكرة الأرضية كلها من خلق من منزل الخلق آدم إلى أن تقوم الساعة لكان سواب كل واحد منهم قد سواب قد الكرة الأرضية كلها عشر مرات مش ده كل ده والأحديثة كلها من طورة مختلفة كلها بتقوي بعض بتقول نفس المعنى إلا كلام ده صحيح أو ليس صحيح أنا أحط لكم الأحديث دي في الوصف قدر مستطاع طبعا هيريد تنسخوا إذا كلام تنشره حتى نعلم الناس الإكثار من قراء صوت الإخلاص لذلك حتى روي عن التابعين الواحد بينهم كان يقولي التاني مش هتسحس في آخر الليل تقرأ بقوله الله أحد لذلك الورد التاعي بالليل أنا مثلا أصلي أربع رقعات أصلي سبع رقعات حداشر رقعة أه 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 أ سوف ترككم هذا كلام وانساقوا هذا كلام وانشهوه اقولوا خولي ايادا واستغفر الله بكم